وجد باحثون يدرسون تأثير نظام تحديد المواقع على المخ أن الأشخاص الذين يستعينون بهذا النظام يعطلون عمل أجزاء من المخ كان من الممكن استخدامها في التفكير في طرق بديلة وتعزيز مهارات تحديد المسارات التقرير التالي والمزيد من التفاصيل إن كنت تخشى أن استخدام نظام تحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية سيجعلك تجد طريقك بمفردك بصعوبة تقول الأبحاث أنك ربما كنت محقا وجد باحثون يدرسون تأثير نظام تحديد المواقع على المخ أن الأشخاص الذين يستعينون بهذا النظام يعطلون عمل أجزاء من المخ كان من الممكن استخدامها في التفكير في طرق بديلة وتعزيز مهارات تحديد المسارات وقال الباحثون الذين نشر نتائجهم في دورية نيتشور كميونيكيشن أنه عندما اعتمد متطوعون في الدراسة على أسليب الملاحة اليدوية كان لديهم زيادة في أنشطة القشرة الأمامية التي تغطي الفص الجبهي للمخ لكن هذا لم يحدث عندما اتبع المتطوعون إرشادات نظام تحديد المواقع وذكر الباحثون أن الاستخدام المستمر لنظام تحديد المواقع ربما يكون له تأثيرات على المدى البعيد تجعل المستخدمين أقل قدرة على التعلم وتحديد الاتجاهات دون مساعدة